قال تعالى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُوا الآية فهل نفهم من الآية عدم العدل ونبيه والاكتفاء بزوجة واحدة أم ماذا نفهم من الآية الله قال بعده فَلَا تَعْدِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَظْرَفَ مُعَلَّمَةً ومحفوض أنه أن النسان يتحرر عدل ويجتهد عدل وقد يفوته بعض الشيء فالذي لا يستطيعه يعفو الله عنه الاجتهاد بدل وسعه واتق الله فما عجز عنه معفول عنه فاتقوا الله ويستطيعه لا معا وحده ولا معا جماعه هذا هو يتقي الله ويعدل بحفظ مرأة ويطيها حقها لنفقتها ويحسن الخلق معها الله يقول وعاشره لنمعه بعض الناس بالعيب الله فضل غليم عنيف لا يحسن يخلق مع زوجته ولا يفعله كلما طيبا بل هو دائم العبوس ودائم التهيئ ودائم الأذاء ودائم السباب والشتاء سرقه كبير ولا بالله ولا معهن لا واحده كيف إذا كان معه جماعه ونقصود الواجب عليه العفظ المعروف الله يقول ولا هن مثلنا لعيهن بالنعروف ويرجع لأينا جرجع وعاشرهن بالنعروف ولا بدنا المعاشر الطيب وإذا بدل وسعه وستق الله فشي من يغلبه يقول تعالى فانجهوا ما طاب لكم من النساء إن أسنى والثلاثة والرباع إلى قوله وإن خفتم وإلا تعجلوا فواحدة وقلوا فآت أخرى ولن تعجلوا بين النساء ولو حرصتهم ولن تستطيعوا أن تعجلوا بين النساء ولو حرصتهم فما تفسر ذلك تقدم الجواب عنه تقدم الجواب عنه هذا وأن الاستطاعة لا يمكن أن يقوم سمي ذلك لكن عليه المستطاع عليه ما يقدر أما الحب حب المسان فقد يحبها أكثر قد جامعها أكثر قد يناسب بكلامها أكثر هل ليس الأم بيده هل ليس علق بالقلوب وكان ليس يقفه ما بين النساء عليه الصدر والسلام ويقول اللهم لقسمه ما أملك فلا تنمي فيما ثمك ولا أملك هكذا يقول المسان فالعلماء عناه الحب والمودة وما يجعوا عنه هل ليس مو بيد الله لسك